وسط إجراءات أمنية مشددة وقلق متصاعد احتشد أتباع التيار الصدري في مدينة الصدر بعد أن دعاه مغتد الصدر إلى ما سماها صلاة جمعة موحدة بمشاركة قيادات وأعضاء التيار من مختلف مدن ومحافظات البلاد دعوة الصدر تأتي في ظل أزمة متواصلة تعيشها العملية السياسية منذ أشهر طويلة بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة كما تأتي أيضا بالتزاون مع سلسلة تسريبات لزعيم حزب الدعوة نور المالكي هاجم فيها الصدر متهما إياه بأنه ينفذ مشروعا بريطانيا لنسف الشيعة وأخذ الحكم منهم بحسب المالك قيادي في التيار الصدري أكد أن تجمع صدريين فيه رسائل سياسية رافضة لأي حكومة تشكل على أساس التوافق والمحاصصة موضحا أن صدريين جاهزون للنزول إلى الشارع في أي وقت يريده الصدر ما يمثل رسالة سياسية بامتياز إلى خصومه في الإطار التنسيقي وهذا ما أكده العضو في الإطار أحمد الموسوي الذي أكد أن دعوة صدر أنصاره إلى التجمع يمثل صلاة سياسية بامتياز وأن صدر يريد تهيئة جمهوره في بغداد لحراك شعبي ضد أي خطوة لتشكيل الحكومة مؤكدا أن صدر يبدأ بصلوات موحدة وينتهي بتظاهرات الموسوي بيّن أن لجوء إلى الشارع لا يحل الأزمات السياسية بل يفاقمها قائلا إن صدر يرفض الحوار والتفاوض ويصر على تهميش بقية الأطراف مشددا على أن الإطار التنسيقي لن يتراجع عن خيار تشكيل الحكومة أطلاقا مهما كانت الضغوط والتهديدات مراقبون رأوا أن دعوة الصدر تمثل خطوة تصعدية ورسالة واضحة للإطار التنسيقي بأن التيار يرفض انفراد خصومه بالساحة السياسية وسط مخاوف من انزلاق الشارع إلى مزيد من الاحتقان مؤكدين أن أعلان زعم الطيار الصدرية لانسحاب من تشكيل الحكومة لا يعني أنه ترك المشهد وأن التظاهرات هي محاولة للعودة إلى نقطة الصفر بالتلويح لسلاح الشارع وزجه في معركة المناصب والنفوذ المتواصلة منذ عام 2003 وحتى الآن